مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أخبار اليوم شاكيب خاليل وتروته وكيف حصرته الجزائر وإيطاليا وماذا فعلت زوجته وهذا ما حدث لأملاكه وطائرته والأخير في ورطة أولا شاكيب خاليل وصل إلى نهايته والأخير سيحبس حتى في الخارج بعد سلسلة مطاردة كثيرة فليس الجزائر فقط من تطارده الأخير كان فرا من الجزائر ترك أموال طائلة وراءه لكن كل تلك الأملاك وكبرها لا تسوي نقطة في بحرما حجم ما قام بنابه وتهربه إلى الخارج وهو الذي كانت له علاقات مع رؤساء دول وشركات كبراء تعطيه رشاوي الضبطية كانوا حجزوا الأملاكه داخل أرض الوطن وكان الأخير حاول تهرب المزيد من الأملاك بطائرته بمئة ملايين دولارات لكنه استعجر الهروب وترك هواءه ليتمكن من الفرار قبل صيده أما وبعد كل هذا الهروب حان وقت السقوط والمحاسبة تزامنا وفتح العدلة الجزائرية لملف شاكيب خاليل قام الأخير بحدف صفحته على فيسبوك نهائيا والتي كان عدد المتابعها 750 ألف وبخصوص تهم التي تلاحقه فهي كثيرة بلغت في ملفه وملف عمارغول أربعة عشر تهم في قضايا جديدة أين كبد هذا الأخير خسائر ضخمة للخزينة العمومية حيث يعد من أبرز وأكثر المسؤولين ضررا على الخزينة كما أنه يتابع بسوء استغلال وظيفة عمدا وتبيض الأمول وتحويل ممتلكات النتجة عن فساده إلى الخارج وحتى تموه عليه وغيرها من التهم الكثير جراءات قادمة لإنجاح أمر القبض الدولي عليه تزامنا وإدانته بالفساد البداية أولا مع الوزر السابق للطاقة والمناجم والذي كما يعلم الجامع يتربع على إحدى أدخم الملفات المفتوحة كونه كان المسؤول الأول على أهم مصدر دخل البلاد وحدثت اختلاسات فلكية من الخزينة العمومية بإشرافه بملفات مفتوحة مع دول عدة ضدر الصفقة التي كانت تشارسة طاولة معه فبعد مقادته من طرف إيطاليا بخصوص بعض الملفات دخلت شركة أخرى الخط في مفاجأة جديدة حيث أنه وحسب من قلت جاريداس الجيريمانتونو عن صحيفة الكونيدنتيال الإسبانية أن أكبر شركة غاز في إسبانيا والتي تحمل اسم ناتورجي تبين أنها تعاملت سرا في الماضي مع شاكب خليل والآخر بث محصرا في أمريكا بسبب فتح الملف حتى مع الجهات المعنية في أمريكا بخصوص شبكة المال الفاسد فحسب هذه الصحيفة الإسبانية فإن الشركة قدمت أموال ضخمة لشاكب خليل كارشاوي مع رئيس مجمع صون الترك الأسبق محمد مزيان حيث فتحت تحقيق في هذا الملف حادثا فقط وذكرت أنه تم تحقيق مع عملاق الغاز بعد أن تقدم دويتشيبانك ترس أمريكاس وهو فرع أمريكي للبنك الألماني العملاق قدم تقارير كاملة في شبكة القضايا الضخمة المتعلقة بالمال الفاسد إذ يبدو أن ملفات شاكب خليل فاضت عليه ووصلت إلى حد أمريكا بعد كل القضايا الكثيرة التي فتحتها الجزائر ثم إيطاليا ثم إسبانيا إذ أن الملف حسب ما ذكرت دويت الصحيفة قدم أيضا أمام وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية فشاكب خليل فار من العدلة الجزائرية كون عليه ملفات تقيل داخل الجزائر ولا تزال مفتوحة لحد الآن أدي ينتظر أن يفتح ملفه من جديد في قادم الأيام وهو الذي عليه أمر بالقبض الدولي ومع تورطه بمختلف الملفات حتى مع شركات أجنبية لاحقه ينتظر أن يساهم هذا الأمر في عملية تسليمه خصوصا وأن إيطاليا أعدت فتح ملفاز دخمه على رأسها للعلم أيضا أن الصحيفة الإسبانية ذكرت أن هناك تقارير مختلفة تشير إلى عشرات المدفوعات في القيمة المفتوحة مؤخرا قدرت بما لا يقل عن 3.5 مليار دولار بين عاميه 2011 و2015 في انتظار الكشف عن تفاصيل ومفاجأة أخرى في القضية كونها فتحت حديثا وتحقيق مستمر فيها والأمل مربوطة على النجاح عملية إعادته لأرض الوطن هو وكل هارب لمواجهة العدالة بكل شفافية يا مع الأدلة والملفات الكاملة تقدم للدول الهاربين إليها في انتظار فقط المفاجأة في أي لحظة لبدء صيدهم وإعادتهم إلى أرض الوطن الواحد والآخر حيث قرر الاعتراف ببعض التفاصيل جزء من الحقيقة طبعا وليس كلها إذا اعترف بداية بأنه كان مجرد لعبة في الوجهة يفعل ما يأمرونه فقط حتى إنه وصف نفسه بوزير اللوبيا والحمص أما عن ابن الرئيس عبد المجيد تبون قال سلال بداية أن عبد المجيد تبون كانت السلطة حينها عزلته بثلاث أشهر فقط من تولي المنصب متعمدة إهانته لأنه حاول محاربة رجال مالفاسد ملمحا لقضيته مع سعيد بوتفلقة وحداد كما أضف سلال أن خالد تبون تم إهانته لتشويه والده بقوله أدخلوا ابنه سجن الحراش ودفعوه ليأكل السب والعدس معنا ظلما وعلى إطر هذا التصريح ضحك كل من في المحكمة فسلال كانت له تصريحات أضحكة الجميع وطبعا حاول تملص رغم اعترافه بقوله أنه كان مغلوبا على أمره ولم يكن قادرا حتى على تقديم الاستقالة عندما عرف بذلك الفساد لأنهم سيمنعه وهو ضعيف بين أيديهم يقصد السعيد بوتفلقة الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد سلال المهرج الليس كما يصفه الجزائريون حاول استعطاف القاضي بقوله أنا ربيت ولدي ما يرفت عينه قدامي وبكيت نهار دخلونا مسلسل للحبس طلبت الموت في النهار هاداك مضيفا أنه لا يرد الموت في السجن هذا وكشف قضايا بعض زملائه من الوزراء وحمله المسئولية خصوصا لبشارب ووصفه بالعدو وحمل كذلك المسئولية للسعيد بوتفلقة كونه كان الحاكم الفعلي وكان يتحكم بكل شيء هدو عن السعيد بوتفلقة الذي يحكم في المحكمة المدنية وهو الذي حكم في المحكمة العسكرية سابقا في قضية التأمر وحكم عليه 15 سنة حاليا متورط مع الطيبلوح كونه هو الآخر كان يتدخل بشكل مباشر في عام العدل الجزائرية وكان أيضا يتصل بالطيبلوح ليتدخل لصالحه مباشرة ولصالح أصدقائه المفسدين السعيد بوتفلقة حول الدفاع عن نفسه وأدل بتصريحة مديرة لكن محطم كل حججه ومروغاته هو مواجهته بالأدل التي تؤكد تورطه وتحديدا تمام واجهته برسائل SMS كان يرسلها لوزار العدل السابق الطيبلوح يأمره فيها بتدخل في عدة قضية مطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية مع العلم أن السعيد بوتفلقة متورط في عدد كبير من القضايا فالعديد من الوزارة ورجال الأعمال المتابعين في ملفات فساد ضخمة ذكروا اسمه ومسؤوليته معهم فموتله في ملف طيبلوح حاليا ينتظر أن يكون بواب أولية ليبتل على كل القضايا الأخرى فما رأيكم في كونهم كانوا يتحكمون سابقا في العدل بالهاتف حصى العقارات والشقق التي كانت توزع عليهم بشكل غريب ومستمر بالإضافة للحسابات البنكية الضخمة ابنة هامل مدعوى شهينة زوجها هالقادي بأسئلة جد محرجة حول سر امتلاكها لكل تلك التروة من العقارات والشقق والحسابات البنكية التي فيها الملايا الرغم صغار سنها لترد الأخيرة بارتباك شديد حسب ما ذكرت الشروق بحجاج غريبة حيث كانت تشدد وتؤكد أن كل تلك التروة كان إخوتها يهدونها لها محاولة إبعاد والدها من مصدر الأملاك والقضية هذا وتورط عدد كبير من المسؤولين كزعلان وبرياف وعدد كبير من الولاس في ملف منت هامل كما تورط كل من الوزار الأول السابق بدوي وسعيد بوتفلقة أيضا في ملف عبدالغاني هامل اللواء أو المدير السابق للأمن الوطني هي يدافع عن نفسه ويكشف لأول مرة عن مرضه وسلال نفس الأمر لكن تمام مواجهتهم بالأدلة بداية ظنف الوزار الأول السابق ويحيا علاقته بمركب تحكوز كليا مدعيا أنه كان ينوي خلق مناصب الشغل ومختلقا لعديد من التبريرات التي يبدو أنها لم تقنع القاضي خصوصا أنه واجهه بالأدلة القوية حيث تماموا ترجمة نانسي قنقر